تستمر الإختلالات المالية بالتوسع في المغرب مخلفة تبعات حادة على أداء الاقتصاد المحلي مع انخفاض النمو من ثمانية بالمئة خلال 2021 إلى 1.3% في الفترة نفسها من السنة الماضية على خلفية تراجع القطاع الزراعي بنحو 13% في السنة الفارطة بعدما سجل نمواً بأكثر من 19% في 2021 إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أظهرت تراجع مساهمة الزراعة أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية في المملكة إذ شكلت نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 قبل أن تنخفض إلى أقل من 10% خلال السنة الماضية ومكنت من تشغيل نحو 40% من القوة العاملة في البلاد على مدار السنوات الأخيرة ظلت الأزمات تحاصر القطاع الفلاحي الذي صار يشكو سلسلة من التراكمات والسياسات الارتجالية تمخض عنها تراجع قياسي في إرادات الفلاحة على مستوى الناتج الإجمالي وسجلت تدهوراً بـ 13 مليار دولار العام الماضي مقابل 14 مليار دولار في 2021 أرقام حمراء تضاف إلى الأداء السلبي لكافة مؤشرات الاقتصاد الكلية مع تجاوز العدز التجاري 31 مليار دولار في 2022 ارتفاع ساهمت فيه مشتريات الطاقة بشكل حاسم بأزيد من 15 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر